زوج مريض نفسياً ويخاف من كل شيء الهواء غبار مطر ورافض يتعالج شوفوا عندي المرض النفسي نوعين في مرض نفسي متقطع يعني مثلاً أحياناً ما يأثر مثلاً زوج عنده فوبيا مثلاً خوف من الطيارات أنا عندي حالة شديد أعرف عائلة زوج ما يسافر إلا إذا يسافر بسيارة هذه الحالة ما تستاهل أقول حق الزوجة تطلقي لأن الأمر ما هي قضية أساسية أولاً السفر ما هي قضية أساسية لو في أسرة طول حياتها ما سافرت ما رح ينقصها شيء فما هي قضية أساسية مؤكل شرب مرض لا إحنا قلنا نتكلم عن جانب واحد عنده خوف من الطائرة مثلاً هذا جانب لكن أنا مرت عليه حالات الزوج مريض نفسي لكن عنده اكتئاب حاد ودائماً داخل الغرفة ومسكر عليه الغرفة طيب من يوكلهم من يشربهم من يعالج الأولاد من يساعد الزوجة ما في أنا عندي حالة زوج قافل على نفسه الغرفة 12 سنة 12 سنة الزوجة تفتح الباب وتحط الأكل تحت الباب رب يسكر الباب هو يخلص من الأكل بعدين يطلع يفتح الباب يطلع الصينية فيها المعين ويكفل الباب 12 سنة 12 سنة حتى تقول لي الزوجة مرة يعني طاح مريض فيتقول يعني بالقصب بالقصب قدرنا ندخل عليه تقول يوم شفتها شكلها كأنه من هذول يسكنون بالكهوف اللحية الطويلة والويه لأنه مو حاشة الشمس الويه أبيض أبيض بياض البرص يعني تقول يا الله شلنا بالأسعاف ودينا مستشفى فيعني حالة وحالة أكو حالات في الأمراض النفسية خاصة إذا الطبيب النفسي يقول ما تتعالج ومضرة هنا في الحالة ننصح بالطلاق لكن إذا المرض النفسي متقطع أو ما يأثر على الحياة الزوجية لا يعني ما لا داعي ننصح بالطلاق استمري واعتبر المرض النفسي كأنه أي مرض مزمن كأنه سكر كأنه ضغط كأنه أي مرض آخر وتحاول الزوجة تتكيف معا اشتركوا في القناة